ناجم لدراسات الجدوى الاقتصادي لاستغلال احتياطات الحديد الخام بمنجم غازج بلاد بتندوف تكون الحكومة قد أعادت للواجهة ثروة باطنية وطبيعية ضخمة من شأنها أن تجعل الجزائر أكبر منتجا لمواد منجمية استراتيجية عالميا فعلت في حالة استغلالها وبمستوى قد يتجاوز الانتاج البرازيلي والجنوب الإفريقية تقرير في السياق لسميا غانم تروات منجمية الأكبر بالعالم كانت باستطاعتها تحويل الجزائر إلى أكبر مورد لتروات المعدنية ورغم أن الحكومة ضخت ملايين الدولارات لاستغلالها بقيت الخطوة مع وقف التنفيذ تضيع الجهود في دراسة جدوى وفي البحث عن حلول ضرفية لا جترية منجم غارج بلاد أكبر حق للحديد بالعالم يعود إحياؤه من جديد من خلال مكتب دراسات صيني يتكلف بمهمة إبراز الجدوى غير أن العائق الأول لاستغلاله اقتصادياً هو موقعه في أقصى الجنوب الغرب أمام غياب سكة حديد ومنشآت قاعدية تساعد على ذلك أكدنا عن طريق الخبر الأولى على مستوى المخبر ولم تسلم منجم الونزا وبو خدرة ومن أمامه مركب الحجار من حالة الركود رغم كتلة نقدية هائلة لإعادة تأهيله لازال يعاني من غياب الإنتاج دون أي مبرر الحجار لكان مات لكان مات حقيقة نحطينا فيها فلوس كبيرة 720 مليون دولار ولكن ما هيش خسارة فيكم في الشعب الجزائري المحروقات التي غطت على مدار عقود احتياجات البلاد والعباد قد سلطت الضوء عند انهيار أسعارها على طروة منجمية نائمة الجزائر اليوم بأمس الحاجة إليها غير أن الغياب لرؤية بعيدة المدى واستراتيجية ناجعة حالة دون ذلك في الشانية التقويل ترجمة نانسي قنقر